ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى في استقبال نموذج مشرف في كرة المصرية كابتن إبراهيم عبد صمد منوارنا ومشرفنا حبيبي يا ربنا خليك الشرف لي أن ابني من أولادي يبقى في المكان ده يا جميع الشرف لي يا كابتن وأنا سعيد بوجود حضرتك والنهاردة هنتكلم بقى في حاجة كتير جدا قبل ما نتكلم فيها بعد إذن حضرتك عاوزين نبزة مختصرة كده كابتن إبراهيم عبد صمد لعب في وقت عصيب في الفريق الأول من سنة 68 ولا 67 أنا بتديت 67 إنما نظراً للظروف الحرب كنت مع البطاق الناشئين الأول نظراً للظروف الحرب فيه ناس كتير بطلت فبقى إيه نحن بنلعب مع الفريق الأول وهما على طول كده بتدوا يبطلوا من 68 بقى إيه نحن الفريق الأول فكانت ظروفنا وحشة قارع عشان الحرب ما كانش فيه دور ولا حاجة إنما إن إحنا تنطقنا بسرعة بقى مع الفريق الأول بسرعة من أول ما دخلت النادي قعدت يدورك سنة وبقيت مع الفريق الأول فدي برضو كانت فرصة جميلة إن إحنا برضو يعني الناس اللي كانت موجودة للعب الأدامي اللي موجودين الحقيقة يعني فخر لنا إن إحنا اتمراننا مع الجيل ساعدوكم الحقيقة علمونا يعني علمونا مين يا كابتن؟ نبالي أسامي كلها كلها جمد الكابتن صالح سليم الله رحمه الكابتن طرق سليم الله رحمه كنا في وسطيهم عملونا كإننا كإننا أقدام يعني يعني يدخلونا يدخلونا في وسطيهم احتووكم بسرعة احتوونا بسرعة وبيعلمونا يعني في وسط اللعب في وسط التنين وفي وسط اللعب بيعلمونا أولا مبادئ النادي الأهلي والقصة بتاعت النادي الأهلي أن احنا نمى واحد يعني ما فيش نمى اثنين روح الفنين لحظ لازم تبقى الأوه روح الفنين لحظ لازم تبقى الأوه فمن صورينا وإحنا طالعين في القصة دي حتى ولما ممسكنا قطاعات الناشئين وكده بنعلم أولادنا نفس اللي احنا تعلمنا وبالتالي الأجيال المتعاقبة النادي الأهلي هو هو النادي الأهلي هو هو الأجيال بتكتسب الخبرات من الناس اللي اكتسبوها والناس اللي قدام اكتسبوهانا وهكذا فالأجيال كلها مشى في نفس السيستم في نفس الطريق أي دخيل يعني اللي ما بيمشيش في القصة بتاعت النادي الأهلي ما بيبقالوش وجود والأمثلة كتيرة كابتن أنا عارف أن النادي الأهلي ليه سيستم معين زي ما حدك بتقول كده فعايز أعرف العلاقة بين نجوم الزمن الجميل اللي كان فيه حضرتك مع نجوم الزمالك كانت العلاقة إزاي يعني إحنا شايفين دلوقتي مشحنات وشايفين جماهير وشايفين إعلاميين بتخبط وشايفين إعلامي يقول أنا الترند النهاردة فأروح مخبط ورزع أي حاجة أنا عايز أعرف كانت العلاقة عاملة إزاي لا بالعكس ما كانش فيه التناحر والتزاحم ده اللي موجود دلوقتي والشحنات الغير طبيعية اللي موجودة بين الجمهورين أولا إحنا كنا بين جمهور نادي الزمالك و جمهور نادي الأهلي كلهم بيعودوا ده بيعود هنا و ده بيعود هنا ده بيشجع الأهلي و ده بيشجع الزمالك والأمور كانت أبسط مما تتصور و كله بيشجع ندي بالطريقة و مفيش بقى العصبية ولا فيه الألفاظ الخادشة ولا فيه اللي طلعوا فيها دي بقى ولا حاجة خالص إحنا بس هي التنافس بيبقى جوه الملعب يعني روح راضية موجودة و مفيش أي التعصب اللي احنا شايفينه دلوقتي حتى بين اللعيبة جوه الملعب و حتى بين الجمهورين مفيش كل الكلام اللي بيحصل دلوقتي خالص 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 مفيش الكلام ده خالص وللأسف يعني فئة قليلة جدا ضالة هي اللي بتسيق للجمهورين حقيقا يعني فئة قليلة جدا هي اللي بتسيق الجمهور كله الحقيقة يعني جمهور النادي الأهلي أو جمهور النادي الزمالك حاجة ناس كلهم ما شاء الله الله أكبر زي الفل يعني إنما هي لما الفئة الصغيرة بتدخل بتدخل بتخرب جوه زي بيقول التفاحة التفاحة الوحشة بتحطها في صندوق بتبوز التفاح كله ففئة الصغيرة من الجمهور هي اللي انبوزة الدنيا كلها وهي اللي بتزيد التشاحن بين الجمهورين وبين الناديين يعني حضرتك كلمتني عن الكابتن صالح سليم حضرتك زميلته لاعب ثم كابت صالح بقى مدير كورة ورئيس نادي اختلاف الشخصيات بقى في الثلاث حاجات اللي يعني لا ما فيه اختلاف شخصية هو كابت صالح هو كابت صالح يعني أولا الناس واخدى فكرة عنه مش مظبوطة الحقيقة يعني يعني أولا بيقول له دكتورش دكتوري في الحق عشان هو حقاني هو حقاني ومصلحة النادي الاهلي عنده نمرة واحد ما عندوش مصلحة هو الشخصية وبالتالي بيقول عليه دكتوري ولا مش دكتوري ولا حاكة وهو وهو لعيب زي ما بقولك اللعيب الكبار كانوا بيحتضنونا وإحنا لسه داخلين النادي بيحتضنونا وبيعلمونا جوه جوه وإحنا بنلعب بيعلمونا كابت صالح الكابتن فناجيلي يجيبونا لما حتى الكابتن فناجيلي ما شاء الله ليه أفضل علي كبيرة جدا أول ما لعبت في النادي الاهلي لعبت في النادي مجال ما كانش يعرفني فكنت في فرقته وجبت وجون قال لي تعالى انت اسمك إيه؟ طول لي اسم إبراهيم قال لي عايزك تنزل تجيب الكرة من تحت تدهاني ومشوفكش النهورة الباك والحقيقة كان ليه مفعول جامد جدا معك كابتن صالح بقى كان بيوجهني جدا وانا وانا لعيب هما بيحسوا بقى يعني بيحسوا شايفين لعيب كويس فاحنا عايزين ندعمه ونزوله بالظبط مش بقى يدايقوه لا لا دعيب ده طلع لسه جديد لازم زي ما بيحصل يعني بيحصل في بعض النوادي يعني إنما دول محتضنونا وبيعلمونا وهو لعيب كرة وهو لعيب معانا كان القصة دي موجودة في موقف معين بحصل؟ أما ليه لا في مواقف وهو بقى مضيك وانا بلعب خلاص انا بقيت مع الفريق الاول رسمي وبلعب في منتخف مصر فاتعصبت في ماتش اتعصبت في ماتش وعمل ازعق بقى ان الكرة ما بتوصلنيش وما حدش بيبصيلي وانا عايز ألعب عايز طول الوقت ألعب فاتعصبت واتنرفست وقفني اسبوع انهم دول كرة وبيعلمني لما لقاني عندنا في فرقة الشمس دي اللعيبة القدامة بعملين اسمايا فرقة الشمس بيتمرنوا ثلاثة ايام في الاسبوع فانا موقوف مليش ان انا اتمرن مع الفريق يعني فجيت مع الفريق الشمس باتمرن بلعب معاهم عشان اللي اخر بتاعتي ما تنزلش يعني فشافني شافني وانا باتمرن قالهم ابراهيم اللي بيتمرن مع فرقة الشمس طب هتوودي وكان لسه الاسبوع مفيش ثلاثة ايام يعني قال لي شوف عشان موقفك عشان موقفك ان انت برضو بتتمرن ومش دعلان وجاي تتمرن فكينا الوقف فكينا الوقف فنتعلم وهو بقى رئيس نادي ورئيس نادي انا كنت مسل قطاع الناشئين وكان فيه ماتشات جمهورية وعندنا ماتشات اتأجلت كتير جدا اتأجلت الماتشات مفروض تتأجل 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 وبعدين دخلت الامتحانات كان الماتشات مفروض في التصفيات النهائية يتلاعب رايح جاي فعملوا قرعة وانا مش موجود فيها يعني ما كنتش موجود في الاتحاج ودهر بالنادل ايه مش موجود عملوا قرعة فعملوا الماتشات من دور واحد فعملوني الماتشات يعني كنت فيه فرقتين بيلعبوا جمهورية فرقة 16 وفرقة 18 كابتن احمد عبدالباقي وكابتن عبدالرحيل عملوا الجدول علىعب الزمالك في الزمالك من دور واحد مفيش بقى رايح جاي بقى لعب الزمالك في الزمالك بقى لعب المنصورة في المنصورة بقى لعب السويس في السويس قرعة حداك مش عادلة مش موجود في القرعة وعملوا كل الماتشات بره ومفيش دور تاني فروحت للكابتن صالح كان فيه اجتماع مجلس الاظرافة فقلت له ما انا عايزة اقابل الكابتن صالح فقالولي بعد الاجتماع دخلوله قالوله خلي الراهيم يستناني بعد الاجتماع بعد الاجتماع دخلت له قال لي ايه الموضوع قلتل هنا كابتن الله حصال كذا كذا والليحة من اول السنة بتقول ان التصفيات النهائية الماتشات رايح جاي و القرعة لازم تبقى حد من النادي الاهلي بيانا يا اي حد من النادي الاهلي يبقى موجود في القرعة والقرعة عتعملت وعملوها دور واحد وعملوها زي ما انا بقلت لك ده هلعاب الزمالك في الزمالك والحلعاب المنصورة في المنصورة وحلعاب السويس في السويسولة أنا طبعا خفت على المدربين ما ينفعش فقاللي هي اللايحة معك قلت لله طبعا يا كابتن معه اللايحة من اول السنة بتقول ان انت هتلعب من دولين ورايح جاي قلت لله أولا丽 قاللي أهتلي اللايحة و قلتوا حاضر يا كلام رحمه جمعة savvy اللايحة لاقا فيها اللي أنا بقولهه قاللي نساحب قلت له ايه قاللي نساحب احنا بنحترم اللايح اللوائح من أول السنة جاية لك كده يبقى هم لازم يحترموا اللوائح انسح نفسي سياسة النادي الأهلي مع كابتن صالح لحد كابتن محمود الخطيب دلوقتي نفس السياسة هي هي المبادئ ما أنا بقولك الجيل القديم بيعلم الجيل اللي طالع والجيل اللي طالع بيعلم الجيل اللي طالع وهكذا السيستم ماشي في النادي الأهلي السيناريو هو هو مجالس الإدارات بتيجي بتتغير هم هم كلهم بيعملوا لمصلحة النادي الأهلي كابتن حسن حمدي الكابتن صالح سليم قبلي الكابتن القطيب دلوقتي كله المصلحة الشخصية غير موجودة المصلحة النادي نمه واحد فمجموعة متناصخة جدا في مجلس الإدارة بتعمل مصلحة النادي متعاقبة فكلهم لما بيعملوا المصلحة الشخصية بتنتفي فبالتالي النجاح بيبقى موجود كابتن حضرق طبعا اشتغلت في النادي الاهلي مدرب وحضرك يعني عايز اقول ان اللعيبة عصرت حضرتك كل اللعيبة في مصر عصرت حضرتك وخصوص لعيبة النادي الاهلي مين من اللعيبة اللي حضرتك انا عارف حضرك طلعته اجيال كتير الحمد لله مين اللي تنبقتله اول ما شفته ان دوا ممكن هيقوبة نجم والله والله لعيبة كتير اوش اوله من محمد عبد الجديد الحقيقة يعني عمل عمل حاجة جميلة كان نفسي يستمر بنفس القصة دي لغاية لما يبطل عمر امر هاني هاني رمزي وبعدين بعد كده المجموعة اللي بعد كده وليد صلاح الدين ده طبعا حاجة سوبر وليد صلاح الدين وحمد عبدالفتاح وياسر رجب ايمان الطحاوي شامحانة في تمر باجاتو مجموعة بقى جيه لأ اشرف افوزيت محمد شرف سيد غريب وانت ومهيم المجموعة دي كلها كنت كلها متنبقناها سيد عبد الحفيز بقى المجموعة الاخيرة المجموعة اللي بعديكو خلاص كلمني بقى عن سيد عبد الحفيز وايه اللي حصل مع سيد عبد الحفيز كابتن صالح كنا احنا بناخد الفرق بتاعيتنا بنروح مارسة مطروح ما كانش فيه بقى الخمس نجوم بقى كانت خيم ورمل وكده محطا فبناخد اللعيبة بنعمل لهم فترة اعداد هناك فالمهمة لقيت التليفون كابتن صالح عايزك تنزله بكرة القهر اول اوتوبيس طبعا نزلتله خير يا كابتن قال لي انت عندك كم فرقة في النهي دي قلت له عشر فرقة قال لي كل فرقة كم لعيبه قلت له خمسة عشرين لعيب قلت له يا كابتن خمسة يا كابتن يعني فيه خمسة وعشرين لعيب في خمسة مية خمسة وعشرين يعني مية خمسة وعشرين لعيب حيمشوا دا كتير او يا كابتن يعني ما ينفعش المشي مية خمسة وعشرين لعيب سياست الدمج فقال لي اتصرف قلت له في حاجة تانية كل فرقة عايزة تمنتاش يعني سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين مع المية خمسة وعشرين بقينا مية وستين لعيب قلت له 160 لعيب يا كابتن مش هينفع يا كابتن نمشيهم يا كابتن ما نقدرش ندمج الكلام ده طب خليها على مراحل زهق مني بقى قال لي إبراهيم ده قرار مجلس إدارة نفس طبعا أنا عشان ندخلك على موضوع سيد عبد الحفيز يعني فطبعا قال لي ما أنيك أنت والمداربين بتوعك طلع لي أحسن لعيب أحسن 18 لعيب في كل سن والفرقة الكبيرة عايزة تاخد من الفرقة الصغيرة تاخد أنا عايزك لو طلعت لي اتنين لعيبة كل سنة هعملك تمثال جنب التيتش للفريل الأول للفريل الأول فالمهم طبعا نفزنا ففيه لعيبة منهم سيد عبد الحفيز وأحمد صراك وأحمد فوزي طرق السعيد طرق السعيد الجيل ده طرق السعيد أنا مش عارف أعمل إيه مش عارف أعمل إيه فقلت إيه قلت المداربين خلاص أنتم مش عايزين دول كان سيد عبد الحفيز مصاب كمان ساعتها ما كانش ما كانش السعيد كان جسمه صغير آه فقال لك لأ دول ما نقضيش نعتمر عليهم دلوقتي فقلت لهم خلاص أنتم نكوش بقى وودتهم نادي النيل نادي النيل كان تبعنا كانت ناحمد ماه الله الحمد كان هو رئيس النادي وودتهم نادي النيل وخدت منهم استغناءات حتى ناحمد ماه حبيبنا وكل حاجة ومسك في النادي وكل حاجة بس ما فيهش تكوها ما فيهش ظهر خدت استغناءات مسبقة باللعيبة دي كلها بالنسبة لطارق السعيد أبوه جالي وقال لي يا كتن أنا أنا نادي أهلي يعني ما ينفعش أجي من طنطة وعشان أروح نادي النيل فعشان خطي سيبه فقلت له أنا من وجهة الأب اللولد ده لعيب كويس وعلى دماغي أن أنا أسيبه إنما ده حيبقى لعيب كويس بس مقداش ما نفذلكش طلب فطى السعيد راحEEPنا على اللقاء النسبة للثالات لعيبة دول نادي النيل وكان سيد عبد الحفيز بقى مصاب كنت فيعالجه ранجوا جوه النادي باعالجوا جوه النادي شهر، باعالجوا جوه النادي وبعد كده ابتدى يلعب الماتشات الودية الماتشات مع نادي النيل وبعدين واحتجيبهم كلهم أحمد فوزي اللي اختباراته وأحمد صراج وسيد عبد الحفيز جبتهم ودخلتهم جوه النادي السنة اللي بعدين علاتوها ومضتهم نادي الأهلي تاني وبعدين كملوا أحمد صراك كمل وأحمد فوزي بقى كمل وساد عبد الحفيز كملوا فريق أول والحمد لله فليه موقف مع ساد عبد الحفيز الحقيقة لا أنا عايز أقول لحدك على حاجة بقى ودي يعني أنا أول مرة أقولها للسادة المشاهدين أنا ليه موقف مع حضرك موقف شخصي يعني أنا حضرت طبعا يعني أنا كلمت مع حضرتك برة أنا روحت اختبراتي لنادي الأهلي وأنا عندي 11 صار وقابلت الكابتن إبراهيم عبدالصمد الإنسان ودي فعلا حقيقة لأن أنا لقيت كابتن إبراهيم فعلا بيتعامل مع كل الولاد بشكل كويس بعكس مدربين كتير وأنا رايح اختبرات يعني أنا مش مثلا ولد جاي من نادي وقعدنا في النادي الأهلي في الجزيرة في الملعب اللي هو دلوقتي بقى كانت رغب دلوقتي كانت رغب زمان وقعدنا على الصور وحضرتك جيت بقيت تختار خمس ولاد وخمس ولاد ولبسنا التشيرتات اللي هي الأمصان اللي بيسموها دلوقتي ولعبنا فرقتين حضرتك خدتني في أول لمسة وأنا عارف إن حضرتك بتعمل كده مع ناس كتير ومضتلي على الكرت نجحت الاختبار الأول وبعدين نجحت الاختبار التاني الاختبار التالي أنا مكنش كويس يعني كنت فعلا جاي تعبان وكنت فلاقيت حضرتك بعد الاختبار منجحني أنا حتى استغربت لاقيت حضرتك بتطبطب علي كده بتقولي شد حيلك الاختبار الجاي هو الأساس وعدت في النادي الأهلي فترة لحد 14 سنة أنا كنت رايح 11 سنة حد 14 سنة ومشيت من النادي الأهلي روحت على نادي النيل والنقلة اللي حصلت برضو إن أنا من نادي النيل لنادي الزمالك عدت بقى السنين دي كون لها الفترة الفريل الأول لا يمكن أنسى الموقف ده ولا يمكن أنسى كابتن إبراهيم عبد صمد في اللي عملوا معي ومع غيري ومع ناس كتير جدا فأنا بشكر حضرتك طبعا على الهوى ويعني أنا عارف إن حضرتك مسكت في يوم من الأيام كنت مسؤول عن أكديمية النادي الأهلي وحضرتك عملت حالة جوه أكديمية النادي الأهلي لأول مرة في التاريخ الأكديمية يلعبوا في دورة النقلة دي الفكرة دي جات لحضرك إزاي والفكرة دي للأسف هي ما كملتش السنة دي ليه ومين اللعيبة اللي اتدمجوا من الأكديمية راحوا القطاع يعني حضرتك استفيد بقى فيها شوية هو اللي ساعدني فيها الحقيقة يعني الفكرة جاية لي إن لازم يبقى فيه هدف للأكديمية إن إحنا نطلع نطلع لعيبة لقطاع الناشئين وعشان الأكديمية ليه هدف ما يبقاش إن إحنا بنمرن الولاد كده ونوزعهم على النوادي لازم النادي الأهلي يستفيد وبالتالي طبعا إحنا لما بنجي النقل كمان مدربين للأكديمية لازم يبقوا حاصلين على شهادات شهادات تدريب أقل لها سي اللي هي عملها اتحاد الكرة دلوقتي أقل شهادة سي لازم يبقى معاها لازم يبقى معاها متعلم واخد أصول تدريب وعلم نفس بس لازم القصة دي تبقى معاها طيب أنا لما أقضى مراني الولاد زي ما تكون بتذاكر وما بتمتحنش طول السالة قاعد تذاكر ما معندكش هدف لازم أخلي الولاد ليهم هدف ولازم أخلي أولياء الأمور يبقوا متطلعين إن أولادهم دول ممكن يبقوا لعيبة كرة فبالتالي حيسعدونا حيسعدونا في القصة دي إنهم يهتموا بولادهم بيهتموا بأكلهم يهتموا بذكرتهم يهتموا بصحتهم فالفكرة دي جات لي وعرضتها على الكابتن عمر بن مجد كان مسك قطاع الناشئين هو سعيد فقال لي والله فكرة كويسة يا إبراهيم انت حت كمان حتساعدنا قلت له خير قال لي فيه لعيبة عندنا ما عندهمش فرصة إنهم يلعبوا وإحنا شايفين إنهم فيهم لعيبة ممكن تبقى كويسة ممكن تاخد من عندنا كذا ولد تضمهم للأكاديمية دعموا فكرة متميز ممتاز قلت له بالعكس يا كابتن دي فكرة جميلة ويتمرنوا معاكم مرتين بس يقولي مرة واحد يقولي مرة واحد عشان نشوفهم ويندمجوا مع الولاد وبالتالي ابتدنا نلعب الماتشات فيه أولاد كانوا مهددين كانوا مهددين إنهم يمشوا من خطاع الناشئين روحت للكابتن عمر في نص الموسم قلت له بص يا بوكباتن أنا حهدي حبيبك كثير ومعانة الفهم اللقص فضل عليكم السلام ورحمة الله أستاذ عبدالقادر بزيك 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 الحمد لله أنا متحياتي لك الزرنامج وفايد جدا دخلت معكم تفضل لا خليك أنا ده حد أتكلم عن الموضوعنا بالزمالك نفس الدعم يجب في دعم كبير الخبرات في الإعلام فبعد بشكر المشتشار بطلع مصطور على كل اللي يعمل لنادي الزمالك ونتبه أن ده مشتشار يردع بنشكرك طبعا أستاذ عبدالقادر وبنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك وكلنا دعمين لنادي الزمالك والنادي الأهلي ويعني بنشكر حضرتك جد تفضل لك ابت برايم فالمهمة الولاد بعد ما بتدوا يلعبوا وبتدوا يندمجوا معنا بطلعنا أولا غريبة جدا بعد أن احنا كسبنا 4 بطلات كسبنا 2006 وال2007 وال2008 طلعنا مركز أول وال2005 طلعنا مركز ثاني فروح تقيل لكابتن عمر طلو يا كابتن عمر طب لازم يبقى فيه هدف بقى لازم يبقى فيه هدف في النهاية يبقى نعمل حاجة الولاد دول نعمل ماتش وحضرتكو القطاع الناشئين المداربين بتو قطاع الناشئين وحضرتك تيجي تتفرج عليهم وتشوفوا في الولاد اللي احنا أخدناهم منكم والولاد اللي عندنا من الأكاديمية المتميزين عشان يبقى الأكاديمية يبقى ليه هدف الحمد لله الحمد لله قلت للمداربين بتوعنا وحنا بنتفرج قلت له محدش يتكلم محدش لنا دعوة خاطر نقطع الناشئين هو اللي حيختارش احنا مش هنقطع حد الحمد لله خدوا 24 لعيب لقطع الناشئين وده نجاح ما شاء الله طبعا فيه لعيبة كانت حتمشي اللي هما كان الكابتن معامر بالمجد جايبهم لنا كانت حتمشي قلت له بوكاباتن دول أساسيين بقوا أساسيين في النادي دلوقتي أساسيين في فرقهم فرقهم في الخطاع الناشئين في النادي القتل واخدوا من عندنا من الولاد يعني من ضمن 24 ولاد من عندهم اللي هو فالحقيقة فكرة كانت جيدة جدا وعملت نجاح عملت نجاح غير طبيع أولا في الأعداد إذا كنا هنتكلم على ناحية المادية فالأعداد كانت كثيرة جدا لكل ولي أمر عايز ابنه يلعب طبعا وبالتالي فيه هدف إن احنا نطلع قطاع الناشئين المداربين كمان المداربين ابتدوا بدهم تارجت بدهم هدف بمضان كويس وبنعمل لهم يوم زيادة يعني بنعمل للولاد دول يوم زيادة والمداربين بدون ما نديهم زيادات في المرتب ولا حاجة جايين طبعا عندهم زي ما أنت قلت لك فيه هدف بيهم اتأيدوا في قطاع الناشئين المداربين يتأيدوا إنهم مداربين نادي أهل قطاع الناشئين ودي ميزة كمان اديتها للمداربين طبعا علشان السيفي بتاعهم يبقى موجود فيه نمرة للنادي الأهلي في السنة الفلانية الحمد لله الحمد لله الولاد دول برضو النظر الحمد لله المستقبلية للولاد دول الولاد دول بقى أساسيين جوه الحمد لله طول عمرك طول عمرك عينك ساقبا في القصة دي الحمد لله وهناخد أيمن هشام ألو ألو أيوة ألو أيوة سمعك لا سمعت يا كابتن مجانك يا مبسوط إن أنا كلمت حاجك في البرنامج يعني من ورين والله الشاشة إحنا اللي مبسوطين يا أيمن كابتن إبراهيم والله هي نظرة مستقبلية من الكابتن محمود الخطيب الحقيقة أنه نقى واحد من أفريقيا أنه يمرني نادي الأهلي أولا عنده ضرارة كاملة بالملتخبات بتاعت أفريقيا أنه ميسك سانت جونز في جنوب أفريقيا وبالتالي عارف المستوى بتاع الفرق الأفريقية كلها والمنتخبات كلها فكانت دي كانت بتنقص المدربين الأجانب اللي بيجونا وبالتالي لما يكون عاحد عنده خبرة سابقة مع المنتخبات الأفريقية فبيجي ما بيبتديش من السفر مع النادي الأهلي كمنتخبات يعني فعنده فكرة لما النادي الأهلي بيلاعب بقى الفرق بتاعت أفريقيا بيعارف المستوى بتاع الفرق اللي نادي الأهلي بيلعبها فكمان أول ما جه حقق ماشاء الله أكبر 3-4 بطولات دلوقتي يعني في السيفي بتاعه وفي السيفي بتاع اللعيبة اللي موجودة عنده بطلتين كمان جايين وفي بطلتين جايين إن شاء الله بإذن الله من نصبنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله كمان مجموعة اللعيبة ومجلس الإدارة كمان برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يتأخر في أي طلب بالنسبة للجهزة الفنية أي لعيب هم عايزينه أي حاجة هم طلبينها الحقيقة بيوفرها لهم وبالتالي المنظومة متكاملة يعني الإدارة مع الجهاز الفني مع اللعيبة الحقيقة منظومة متكاملة كلها هي دي سبب النجاح وإن شاء الله بإذن الله هتبقى من أسباب نجاحنا في المسابقات اللي جاية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تبقى توقعتها لك في الماتش الجاي اللي أحلي لا إن شاء الله بإذن الله حيقدوا برغم الأخبار اللي جاياننا أنه هم جابوا لعيبة في الفترة الشتوية دول جابوا لعيبة أجانب معاهم جداد بقت فرقة كويسة وكذبوا الماتش الأولاني فإحنا الفرقة اللي هلعبها مش فرقة ليلة ودايما على فكرة كل الفرقة اللي بتلعبنا بتقدم أحسن ما عنده عشان برضو النادي الأهلي بيتمتع بشهرة والإعلام والتلفزيون جاية كلها فرقة كبيرة فكل بيسبط على النادي الأهلي فكل واحد بيقدم أقصى ما عنده قدام النادي الأهلي إنما طبعا إحنا كلنا ثقة في اللعيبة وكلنا ثقة في الجهاز الفني إنهم بإذن الله بإذن الله حيشرفونا يوم الثلاثة إن شاء الله وبيرجعوا بنتير كويسة إن شاء الله حدث يعني هنقول لو إحنا قلنا النهاردة إن هي من أولي الأكاديميات في مصر إيه لي ينقص أكاديمية النادي الأهلي عشان توصل للعالمية لا هو طبعا فيه تفكير وأنا يعني قبل ما سيب الأكاديمية كان فيه تفكير إن إحنا ننطلق في أفريقيا وإن إحنا نعمل زي أوروبا وأوروبا بنستغر بإحنا كل سنة إن فيه لعيبة أفرقة بيظهر في الفرقة الأوروبية لا هي هما بيفكروا مستقبليا بيزبقوا إحنا دي نقصانة شوية يعني هما بيعملوا أكاديميات جوة فرقة كل البلاد بتاعة أفريقيا الفرقة العالمية كلها بتعمل أكاديميات جوة الفرقة وبيجبوا لهم المدربين بتوحهم اللي هما تابعين للنوادي بتاعتهم وبيسهلوا لهم الأمور جدا يعني النفقات كلها على النوادي بتاعة أوروبا وبالتالي زي طبعا التدريبات كلها حديثة وكلها يجبونهم خبراء بتخدم المهارات الأساسية بتاعة اللعيب وبالتالي اللعيب اللي برابروز على طول بروحوا خطفينه ومودينه النادي مودينه النادي عندهم بقى في أوروبا يبتدي قصة الاحتراف من 16 سنة فدي نقصانة يعني دي أتمنى أن يبقى التفكير اللي كان كنت أنا موجود كان فيه التفكير ده موجود أنهم حيعملوه سواء في أفريقيا سواء في البلاد العربية يعني هو دي احنا عندنا في الكويت واحدة يعني عندنا في الكويت واحدة وإن شاء الله بإذن الله يعني التفكير ده في أفريقيا اللعيبة بتقول أفريقيا بيتميزوا بالأجسام الكويسة بيتميزوا بالسرعات بيتميزوا بالسرعة ودي القوة والسرعة دي مطلوبة جدا في الكورة فناخد بقى من حضرتك دي عشان أولياء الأمور إيه شروط انتقاء اللعب عشان يلعب في النادي الأهلي فأي نادي أخر؟ أولا الناس كلها بتبص إن إحنا بنبص الأجسام بالعكس إحنا لما بنعمل مثلا تأسيمة زنانة تلت ساعة إحنا بنركز على الولد مش لما بتجي له الكورة لا الولد لما بيلعب الكورة وبعد ما بيلعب الكورة بروح فيه يعني بعد ما بيلعب الكورة بروح فيه بياخد مكان ولا بياخدش مكان بياخد مكان لزميله الحائز للكورة ولا بياخدش مكان البص بتاعه بيبصي ببرا رجله بيبصي ببطن رجله الكورة لما بتجي له بتصلح للشوت بيحط إيه بيحط وش رجله تكنك الحركة بتاعته مظبوط تكنك الحركة بتاعته بيكلم اللعيبة ولا ما بيكلمش اللعيبة هل هو قائد في الملعب ولا مش قائد في الملعب الناس كلها بتبص ان احنا ده ابني جاب تلات جوان واخدهوش مش هي دي مش هي دي القصة بتاعت الجوان انا احنا بنعملش التأسيمة عشان نجيب الجوان وده يكسب وده يغسر لا احنا بنبص الولد مهاراته الاساسية ايه بيتحرك الزكاء بتاعه في الملعب ازاي بيتحرك من غير كرة ازاي بيظهر للزميل اللي معاه كرة ولا ما بيظهرش بياخد اماكن جيدة ولا بياخدش كل الحاجات دي بنبص عليه زي طبعا لو هو لو هو جسمه كويس طبعا لازم لازم يتاخد لازم يتاخد مع المهارات اللي احنا بنشوفها لو هو مش سريع لا ما بناخدوش هي دي الحاجة الوحيدة السرعة دي من عند ربنا دي من عند ربنا لا تكتسب هي بنزودها انما ما بنقدرش نكتسبها نكسبها للعيب يعني فلعيب بطيء في وسط الملعب ملوش لازم عندنا لازم يبقى حتة السرعة دي موجودة عنده واحنا بننميها بعد كده فدي كل الحاجات اللي احنا بنبص عليها ده كابتن انا يعني بقول للمدربين في مصر دي رشتة من كابتن ابراهيم عبدالصمد يا جماعة خلي ملكه شروط انتقاء اللاعب زي ما كابتن ابراهيم قال انت النهاردة كمدرب للأسف الشديد انا بلاقي مدربين وحضرتك يعني اشتغلت في منطقة القاهرة وكنت حضرتك عامل حالة في منطقة القاهرة رئيس لجنة مدربين ومدير فني المنطقة ومنتخبات مناطق فكنت حضرتك اكيد بتشوف مدربين بيقفوا على الخطوط بيسرخوا للولاد اكبر غلط في المباريات اكبر غلط اولا يعني برضو لما كنت نحطرت القاهرة عملنا حاجة عملنا حاجة جيدة جدا كانت دايما حتة المكسب والخسارة هي الهدف هي الهدف عند المدربين وعند أولياء الأمور وعند اللاعبة فاحنا لغينا القصة دي قاعد عملنا الماتشات كلها بدون نقطة مهرجان مهرجان بدون نقطة وبعدين وحنا عاملين حاجة تانية كان المدربين عشان يكسبوا روحوا مركزين على على سبع لعيبة أو ثمان لعيبة على حسب العدد اللي احنا بنعمله لكل مرحلة سنية كل مرحلة سنية فيها عدد فكانوا بيركزوا على سبع لعيبة أو ثمان لعيبة على حسب العدد اللي احنا بنقولهم عليه وهم اللي بيلعبوا بس هم بيلعبوا الماتش كله بيلعبوا الماتش اللي بعديه بيلعبوا الماتش بتاع الاسبوع اللي جاي والباقي كله جاي سياحة بيتفرد فاحنا عملنا ايه احنا قايلين ايه لا اللي حيلعبوا الشروط الاولاني مش هما اللي حيلعبوا الشروط التاني سبعة او تمانية بس اللي حيلعبوا الشروط التاني غيرهم وليك الحق ان انت تعمل تغريه تلات لعيبة في الشروط الاولاني وتعمل تلات تغريات في الشروط التاني زي ما انت عايز من غير اللعيبة اللي اختارك وبالتالي لما بنوسع القاعدة في الاشتراك بندي فرصة للعيبة كلها انها تشارك لان ممكن لعيبة من المدرب ما بيلعبهمش ممكن يبقى فيه موهبة هو ما بيشركهاش وبالتالي احنا ادينا فرصة لكل اللعيبة انها تشارد الخطر اللي بعد كده عملناها واحنا عاملين منتخبات لكل المراحل السنية اوليالهم المستضربين بنعمل منتخبات في العمار الصغرية اولا بتدي حافظ للعيب انه يطمرن كويس وما يغيبش عن التمرين بتدي حافظ للمدارب في هدف انه بقى عندك لعيبة كتير متاخدها في المنتخب فبيمرن كويس وما انت شغال كويس بيعنده يعني الحافظ انه يمرن كويس عشان ممكن يختاروه وممكن يختاروه مدارب للمنتخب بنيدي حافظ لأولياء الأمور انه يهتموا بالولادهم ويهتموا بأكلهم بيهتموا بصحتهم وبيهتموا بنمهم وبيهتموا بذكرتهم بنيدي حافظ لكل القصة دي وبالتالي تبقى الأمور متجاملة مستضربين ومستضربين دلوقتي يعني يعني كنا بنعمل المنتخبات دي وبنعمل ماتشات ودية وما يهمناش النتائج وبتاعه وبالتالي طلعنا طلعنا لعيبة كتير قوي طلعنا لعيبة كتير قوي كلهم بيلعبوا في الدورة الممتاز دلوقتي كلهم يعني حتى في امبي اروح الاقي اللعي ابتعد دارية القولة بيسلموا علي اروح المقابلين الاقي كل اللعيبة جاي الحمد لله يعني حضرتك عامل حالة طبعا في المنطقة القاهرة يعني دي للامانة يعني الواحد بيقولها وحضرتك اتكلمت في نقطة كابتن نقطة وليه الامر احنا شايفين النهاردة ان وليه الامر زمان كان هو الامان لابنه بيجيبه من البيت يودي التمرين ياخده من التمرين يودي البيت مستمتع دلوقتي وليه الامر بقى متداخل حتى في النواحي الفنية يعني دلوقتي وليه الامر بقى جوارديولا ايه اللي حضرتك شايفه النصايح لوليه الامر بص دي اكبر آفة في الكرة المصرية دلوقتي حتة الاولياء الامور طبعا حتة الاحتراف اولا جننت اولياء الامور الاول كنا بنهرب من بيوتنا عشان نروح نلعب كرة عشان اولياء امورنا واخوتنا ما يعرفوش ان احنا بنلعب كرة دلوقتي اولياء الامور بيزقوا ولادهم عشان يلعبوا كرة حتة الاحتراف برضو الحقيقة جننتهم شوية وبالتالي ابتدوا يتدخلوا مع المدربين وابتدوا يتدخلوا فنيا مع المدربين وابتدوا يتدخلوا كمان في التشكيل المشكلة انه بعض من المدربين اللي قليلين يعني اللي لا يصلحوا في مهنة التدريب بيسمعوا الاولياء الامور انهم يتدخلوا ليه وليه الامور يددوا هدية صغيرة وطفل بقى اي هدية مش عايزين ندخل في القصة هدية خلاص صباح لنفسه هدية وليه الامر خلاص سيطى على المدرب وبالتالي بيزقوا درقوا عليه فلازم اولياء الامور يسيبوا يسيبوا القصة للمدربين ولا يتدخلوا انا عرف اولياء الامور دلوقتي ظلمين ولادهم يعني في نوادي معينة مش هقول النوادي ايه انما ظلمين ولادهم لانهم ابتدوا يتدخلوا مع المدربين ومع الادارة ان ابنهم لازم يلعب ولازم يبتدي هو الماتش ولازم كذا ولما بيلعبش يقولك طبعا مش هجيب ابني طب ما انت اللي خاصان فأولياء الامور بيأذوا ولادهم خليه كل واحد كل واحد في شغله محدش بيدخل انت في شغلك كوالية امر في شغلك الخاص يعني وبالتالي كل المدرب بليه شغله مفروض انت ما تدخلش فيه فنصيحة لأولياء الامور سيبوا الامور للاجهزة الفنية والاجهزة الادارية بتاعت النادي لان هم قضرة بمصلحة الولاد وقضرة بمصلحة النادي وبالتالي اتمنى ان الكلمة دي توصل لأولياء الامور عشان الكرة تنصالح يعني ان في الفترة الاخيرة الحقيقة يدخلات الأولياء الامور وزعقهم من على البرة والمدربين طبعا بيحاول يحسسون كمان هم بيوح زعقه المفروض الأعمار السنية دي كمان ما نحطهاش تحت ضغط يعني كل ما نحط الولد الطفل ده تحت ضغط كل ما مش هتاخد منه حاجة سواء المدرب سواء ولي الأمر سواء اي حد جاي معاه لو حطوته تحت ضغط هيبقى نازل الماتش الآن وبالتالي مش هيقدم الكل وبالتالي كمان مستوى مش هيتقدم فأنت بتأذي بتأذي ابنك فخليك خلي الولد في شغله خلي المدرب في شغله وإن شاء الله بإذن الله نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق أنا متفق مع حضرتك جدا في موضوع اللي الاحتراف غير من المنظومة في الكرة ودي خلتنا لوقتي بقينا نشوف مدربين للأسف امتهنوا مهنة التدريب وعملوا أكاديميات وبقى كل مدرب النهاردة بيقب عنده فرقة وعنده وليه أمر وفي نفس الوقت هو الموضوع بالنسبة له استثماري مش فارق معاه أداء ولا مستوى والموضوع تقلب بقى صمصرة يعني من خلال الأكاديمية بقى عنده لعيب يعني زمان على أيام حضرتك والأجيال اللي حتى بعد حضرتك الموضوع الكشفين ده كان متواجد نهاردة الرجل كان بيقب كشاف شايف اللعيب عشان هو حابب يوديه الأهل ويوديه الزمالك لكن دلوقتي النهاردة يقول لك لأ أنا دون أنا همخزله عشان مش عارف إيه لما يستوي الله حطيت إيدنا على عش الضبابير على حشام معلش مديه مديه كابتل لازم نتكلم فيها بص حبيبي هو المشكلة إن فيه يعني أنا هجبالك من الأول باختصار شديد يعني مجموعة من المستثمرين اللي مالهمش في حاجة معهم شوية فلوس عايزين يستثمروها بروح يأجر ملعب ملعب ويعمل أكاديمية بعضهم بياخدوا أسامي فرق كبيرة وهم مش ياخدينها ولا عندهم الصلاحيات إنهم ياخدوها وفيه بياخدوا أسماء نوادي أسماء نوادي وبيعمل أكاديمية بيجيب مدربين ما معهمش أي شهادات ولا عندهم ولا أصول تربية ولا علم نفس ولا أخدوا شهادات تدريب والعملية بياخدوا من أولياء الأمور أرقام كبيرة 5000-6000 في السنة وزايد الشنطة بيجيب لهم الشنطة بكذا وبيدوهم حاجات بيدوهم حاجات في التضريب مفروض لا تتناسب مع الأعمار السنية بيدوهم قوة وبيدوهم تحملات عشان أولياء الأمور يتبسطوا وأولياء الأمور يتبسطوا ده بيديهم ده بيديهم الجديد بقى الفيتنس دي ده بيديهم فيتنس جامل دل المدرب دا كويس ده بيديهم فتنس جامل طب انت بتريد فتنس لهلاد اطفال العضلة ما طلقتش لسه العضلة ما طلقتش تيدي فتنس لايه يعني ألغى تطناشر سنة تقنتاشر سنة ولا تقدر تدي قوة ولا تقدر تدي سرعة ولا تقدر تدي الحاجات دي الحاجات دي تكتسب من خلال التامريناد المهارية انت بتنمي المهارة وعن طريق المهارة بيجيلو التحمل وبيجيلو السرعة وبيجيلو كل حاجة إنما ما تقدرش تدي اللعيب يعضي لف خمس ست لفات حولي الملعب وبعدين بعد كده تدي له شوار التمرين قوة مع زميله وبعدين تدي له سرعات في آخر التمرين كل دي حاجات بتبطل بتبطل لعيبة وبالتالي الأكاديميات فيه أكاديميات محترمة الحقيقة وفيها مدربين محترمين وفيه الأكاديميات بتاعة النوادي أكاديميات كويسة يعني كويسة وكلهم بيستثمروا لعيبتهم عشان يطلعوهم لقطاعات الناشئين إنما الصورة العظمى دلوقتي أكاديميات منتشرة في كل ربوع القهرة مصر لا مصر كلها أكاديميات مع مدربين غير صالحين وبالتالي أولياء الأمور بيتحكموا في المدربين دول إنهم أصلا ملوش شغلانة يعني ولا زاول ولا معاش هذا وبالتالي وليه الأمر بيقدر يسلط عليه لعب ابني لعب ابني أنا دافع فلوس أنا دافع فلوس إبا ابني لازم يلعب وبالتالي الأكاديميات دي طبعا اتحاد الكورة عمل حاجة كويسة أو عمل دوري للأكاديميات برضو ده بيقلل من القصة بتاعة الأكاديميات الخاصة دي أولياء الأمور الحقيقة أنا بغلطهم الحقيقة أولا ده استثمار أولا اللي بيعمل الأكاديمية ده ما بيعملهاش كده كده هو بيعمله عشان يكسب من وراه أولا بياخد من أولياء الأمور فلوس كتير جدا خلال السنة زائد إن لو ولد برز وحب بياخد استغنى ما بيدلوش أنت عايز استغنى لازم تدفع لرقم بقوة أرقام كبيرة كلها يعني استثمار وهو بياخد الأول الفلوس من أولياء الأمر وبعدين الولد لما يعوز يمشي ما هو ماضي خلاص وإحنا عندنا الأمضة دي عبودية استعباد أول ما تمضي لغاية عشرين سنة الأمضة دي موجودة حتى لو ما لعبتش موجودة الأمضة وانت تابع النادي ده فبالتالي بيقدر المستثمر ده يتحكم يتحكم في وليه الأمر وفي الأمر في الولد إنت عايز تمشي لازم تدفع لي عشرين ألف تدفع لي تلاتين ألف على حسب بقى النادي اللي هو عايزه يعني وبالتالي الأموذ لازم يبقى لها ضوابط أكتر من كده الحقيقة هنخرج بقى من الأكاديميات وهقول حاجة للنادي الأهلي يعني حضرتك كان زمان نادي الأهلي بيجيب لعيبة في قدية الحدود دلوقتي بقى الموضوع أي مدير فني بيجي بيطلب لبن العصفور بيتحقق له ده حضرتك مش شايف إن ده بيأثر على الناشئين؟ هو طبعا مجلس الإدارة بيبقى معزوش لما بيجيب مدير فني المدير الفني جاي هو عايز ينجح المدير الفني فالمدير الفني لما بيجي لما بيجي بيقول أنا عايز الفلان الفلاني أنا عايز الفلان الفلاني هم دول اللي حينجحوني فما يقضروش ما يقضروش ولوله لأ على أساس إنه هو من أسباب نجاح هو بيقول ده من أسباب نجاحي إن انت تجبوا لي ده وتجبوا لي ده وتجبوا لي ده فمجلس الإدارة أي مجلس إدارة بيحاول ينفز له كل طلبات نيجي بالنسبة لقطاع الناشئين لا اقطاع الناشئين بيطلع بيطلع لعيبة ما بيبقاش عندهم الفرصة انهم يشتركوا لان في لعيبة بقى في تخمة في كل المراكز وبالتالي بيضطر النادي انه يعيش اللعيبة دي لنوادي اخرى بحيث يشارك لما بيشارك المهارات بتاعته بتزيد والاحتكاج بتاعه بيزيد والمستوى الفني بتاعه ديزيد اللياقة الفنية والبدنية بتزيد وبالتالي لما بيبرز اي لعيب منهم بيجيبوا تاني للنادي انما انه يطلع من قطاع الناشئين على طول كده ويلعب في الفرية الاول بقت مش موجودة دلوقتي الاعارة هي اللي بتخلدي هي السبيل وارد اكتر من لعيب النادي الاهلي عاره مصطفى محمد نادي الزبالك عاره هنا وعاره طنطا والجيش وبعدين بعد كده فأجابه لما مستوى بقى يؤهله انه يلعب دوري ممتاز فأجابه دي بتاخدني بقى بقول رسالة الولية الامر اللي ابنك بيلعب في القندية الكبيرة اللي من وجهة نظرك والنادي الكبير ده مش شاه فأنت النهارده مش عيب ان ابنك يلعى في النادي صغير اهم حاجة انه يحتاج بص اللعيب السواء صغير او في مراحة سنية 14 16 17 موجود في النادي وما بيلعبش احسن انه يروح نادي تاني لان الاحتكاك اولا بيزود المهارة الفنية بيزود المهارة البدنية الناحية البدنية عنده بتزيد المهارة الفنية عنده بتزيد الاحتكاك بيوفر له حلول جوه الملعب وبالتالي كل ما بيزيد احتكاكك مع فرق سواء قليلة سواء قوية انت بيعندك حلول جوه الملعب فيه الترئيس او المراوغة عندك بيزيد ده واحد ضد واحد بتطلع الاحتكاك القوة القوة واحد ضد واحد المراقف اللي بتقابلك في الماتشات كل دي بتزود مهاراتك وبتزود مستواك وبالتالي اللعيب اللي ما بيلعبش بيفقد كل العناصر دي كل ما اللعيب بيلعب في المستوى حتى بتلعب في نادي صغيرة لا يلعب في النادي الصغيرة ده وانت لما تبقى كويس هتروح اكيد والامثلة كتيرة النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المقاولين بيجيبوا ولاده تاني بعد ما بروحوا هنا بيجيبوا ولاده تاني بيشتروا من الاندية اللي هم فيها فأولياء الامور ما يزعلوش انهم مثلا انوادي ثابتهم وراحوا لعبوا في تاني مصرهم تاني برضو حاق ان شاء الله لما مستوىهم بيزيد بيجعوا تاني النادي ان شاء الله كابت إبراهيم الوقت يجري معاك ويعني الحلقة خلصت ويعني انا سعيد جدا جدا بوجود حضرتك وحضرتك عملت حالة كده ويا رب يا رب يكون الاولياء الامور سمعوا كلام حضرتك والمدربين سمعوا كلام حضرتك وان شاء الله يكون انا عارف ان حدك مبتروحش في برامج وانا يعني انا بشكر حضرتك انك اختصتني وبشكرك جدا 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 يا كابتال بريد انا انت ابني اصلك يا شام وانا كل اولادي دول انا بعتزي بيهم وانت بالذات انت ليا معاك مواقف كتير وانت ماسك في النادي الاهلي فما قدرش اقولك لا فتمنياتي لك تايمان كده بالتوفيق في كل الوظائف اللي انت سواء في الاعلامي او في التدريب انا عارف ان انت مدارة كويس ربنا يا خليك كابتين اعزائي المشاهدين دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته